احنا عندنا مثال شهير قوي دايما نقوله اللي هو ايه؟ العشار والفريسي الاتنين وقفوا يصلوا المنظر العام لو انا وقفت وراهم اتنين وقفوا يصلوا لو نظرة العالم بنظرة العالم لا ده الفريسي هو التزك لكن العشار ده انا ممكن اقول بنظر علمي ويه اللي جاب العشار يقف قدام ربنا صحيح لكن الصلاة اللي كانت خارجة من العشار كانت صلاة قوية قوية ليه لان خارجة من القلب وفيها اعتراف لربنا هنا القديس يهوزة ركز على الصلاة بالروح القدس طب إيه الصلاة بالروح القدس دي إيه فايدتها لا فايدتها كبيرة قوي أنا ممكن أنا أصلي أقول كلام ببقئي لكن مالهوش معناه مالهوش فايدة مرجرة ده أنا بردت كلام لكن لو أنا أفعل للروح القدس في الصلاة شوفوا هنأخذ إيه الصلاة هتخليني أشعر بدلة البنوة والأبوة في وقت واحد البنوة إن أنا ابن الربنا اللي أنا وقف أصلي قدامه والأبوة أنه هو أبويا تخيل لو روح القدس أعطاك هذا الإحساس وإنت بتصلي إذا ما فيش بعد كده أنا بصلي لأبويا وأنا ابنه هتبقى الصلاة خارجة من جواك بروح الصلاة التي بخشوع وفيها الأبوة والبنوة زي ما حضرتك أيها مش أنا بتفضل على الله لا 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 عملته وسويت وروحته لا لا ده الروح القدس بيديك دلة الحب مع ربنا بيديك دلة الأبوة أنا لم أقف أتكلم مع والدي اليوم هتكلم قدامه بتعالي لا حاسز أن ده والدي إلا رباني فهي دلة لو عرفنا البنوة والأبوة بالظبط هنتكلم مع ربنا بدلة إن أنا ابنه وهو أبويا في دلة الاحترام الروح القدس بيديك المحبة مش الأبوة والبنوة بيديك المحبة أنت ما تقعد تتكلم مع واحد وإنت مش حبه هلها هتقعد تتكلم كتير لا طبعا هتقعد الكلام وخلاص نتينا لكن لما تكون بتحب إنسان فأنت بتتكلم معاه بدلة الحب الروح القدس بيدي الحب في الصلاة الحب مع ربنا القديسين اللي كانوا بيقضوا طول الليل الليل يصلوا إزاي قديس وإنسان عادي وطبيعي يقعد طول الليل يصلي لإن فيه دلة حب هو ده الخليه يقعد مع ربنا الانسحاق اللي حضرتك وقعت عليها روح القدس خليك تصلي بانسحاق تصلي بدموع مش بتصلي تفضل على ربنا أو بتصلي بتعالي أو ده كويس إن أنا وقفت صليت احتياج يعني أنا اللي محتياج اه أنا بصلي بانسحاق قدام ربنا يا رب أنا مش مستاهل إن أقف قدامك يا رب ده كويس إن أنت سيبني أقف قدامك أشعر بضعفي قدام ربنا مع الاخراء اشتركوا في القناة